اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من سنن الله تبارك وتعالى يعني ان تقوم الدول ثم تضعف ثم تزول وتنهار وهذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الكون فلم تقم دولة وتستمر يعني الى مالا نهاية لكن هذا يعني هو الذي اراده الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا وكما ذكرنا الدول لها اعمار كاعمار بني ادم وهذا ما حدث مع دولة المرابطين مع المآثر التي ذكرناها لهم لكنها في النهاية سقطت يعني كما سقطت الدولة الاموية وكما سقط الملوك الطواف فسقطت دولة المرابطين وقامت مكانها دولة اخرى هي دولة الموحدين بحل الترتيب عندنا عشان حضرتك تبقى مركز كان عندنا الدولة الاموية وبعدين كان عندنا عصر ملوك الطواف وبعدين عندنا دولة المرابطين وحاليا بنتكلم عن الأندلس في ظل حكم الموحدين عندنا دولة الموحدين التي قامت بعد سقوط دولة المرابطين تكلمنا عن دولة المرابطين وقلنا أسسها عبدالله بن ياسين رحمه الله وتعالى وكان لدعوة إصلاحية عندنا دولة الموحدين أسسها رجل يعرف بمحمد بن طومرت محمد بن طومرت هو الذي قام بتأسيس دولة الموحدين ولد محمد بن طومرت سنة 473 هجريا 473 هجريا يعني هو من موليد القرن الخامس الهجري هو من قبائل مصمودة وقبائل مصمودة دي بربرية وليست عربية سنة 500 هجريا سافر محمد بن طومرت إلى قرطبة وتلقى العلم في بلاد الأندلس وسافر بعد ذلك إلى بلاد المشرق يعني تعلم في مدينة الإسكندرية ثم سافر من الإسكندرية إلى مكة المكرمة ورحل بعد ذلك إلى بغداد وقضى في بغداد عشر سنوات يتلقى فيها العلوم المختلفة وكانت بغداد يعني أنا ذاك تموج بطيارات مختلفة يعني في القرن الخامس كانت طيارات وأفكار كتيرة جدا في مدينة بغداد في بقى سنة وفي شيعة وفي معتزلة وغيرهم من يعني أنواع الأفكار التي ربما انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة ثم ذهب بعد ذلك إلى بلاد الشام محمد بن تومرت بعد الرحلة الطويلة دي انتقل من بغداد إلى بلاد الشام وتلقى العلم فيها على يد أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ثم عاد بعد ذلك إلى مدينة الإسكندرية مرة أخرى ثم بعد ذلك عاد إلى بلاد المغرب دي الرحلة التي يعني عاشها محمد بن تومرت آتى محمد بن تومرت ببعض الأفكار المنحرفة يعني محمد بن تومرت ده كان رجلاً منحرفاً فكرياً كان عنده يعني ده يختلف تماماً بقى عن منهج المرابطين وعن قادة المرابطين لكن هذا الرجل كان عنده بعض العقائد والأفكار المنحرفة لكن استطع أن يخدع الناس بطوضعه وزهده فالتف كثير من الناس حوله لكن بسبب أفكاره قام المرابطون بالقبض عليه وأودعوه في السجن بسبب الأفكار والمغاليط والانحراف الفكري الذي كان يعاني منه قام المرابطون بالقبض على محمد بن تومرت وأودعوه في السجن وبعد فترة تم الإفراج عنه واشتد بعد ذلك الصراع بين المرابطين وبين الموحدين اشتد الصراع بين المرابطين وبين الموحدين واستمرت المعارك بين الطرفين يعني حصل معارك ووقعت معارك بين المرابطين وبين الموحدين ثم تتابعت كما ذكرنا قبل ذلك الأحداث وقامت بعض الثورات في بلاد الأندلس على المرابطين حتى سقطت دولة المرابطين وقامت دولة الموحدين سنة 541 هجريا يعني في منتصف القرن السادس سقطت دولة المرابطين وقامت دولة الموحدين في تلك المرحلة الحارجة تغير في محطات التاريخ صعود طيار جديد وسقوط دولة المرابطين الطيار الجديد عنده انحرافات عقضية وعنده انحرافات فكرية بدأت تتساقط مدن الأندلس ولا حول ولا قوة إلا بالله نتيجة التوترات الموجودة بين دولة المرابطين والموحدين وهنا قرر عبد المؤمن ابن علي زعيم الموحدين أن تعبر جيوشه من المغرب إلى بلاد الأندلس هنا قرر عبد المؤمن اللي هو زعيم الموحدين في بلاد المغرب قال إن الجيوش ستعبر من بلاد المغرب إلى بلاد الأندلس لإنقاذ بلاد الأندلس لإن بدأت المدن تتساقط في أيدي النصارى بسبب الخلاف الذي دب ووقع بين المسلمين في المغرب وكذلك في بلاد الأندلس فعلا عبر الموحدون من بلاد المغرب إلى بلاد الأندلس وانضم أهالي الأندلس أو معظم أهالي الأندلس انضموا إلى الدولة الجديدة إلى دولة الموحدين وتم القضاء نهائيا على المرابطين ثم تفرق بالفعل الموحدون لقتال النصارى تفرق الموحدون في البداية لقتال النصارى واستطاعوا أن يستردوا قدرا من المدن التي سقطت في أيدي النصارى من أشهر المعارك التي كانت بين الموحدين وبين النصارى معركة الأرق معركة تسمى بمعركة الأرق ودي كانت سنة 591 هجريا الأرق حصن يقع في جنوب طلاطلة الأرق حصن كبير جدا حصن منيع يقع في جنوب طلاطلة على الحدود بين قشتالة وبين دولة الأندلس دارت معركة طاحنة بين الموحدين وبين النصارى وانتصر الموحدون في تلك المعركة وتكبدت القوات النصرانية بقيادة ألفونسو الثامن هنا بنتكلم عن ألفونسو الثامن مش السادس اللي احنا عشنا معاه يعني في بعض الأحداث السابقة تكبدت القوى النصرانية من القشتاليين نحو 30 ألف قتيل فمعركة الأرق دي كانت من أشهر المعارك التي وقعت في بلاد الأندلس ودي كما ذكرت سنة 591 وكان أيامها بدأت شمس الإسلام تشرق مرة أخرى على بلاد الأندلس لكن للأسف الشديد سنة 609 حدثت معركة أخرى أراد ألفونسو الثامن أن يسأر من المسلمين وأنه بقى يمحو يعني وصمة العار الموجودة في التاريخ بانتصار المسلمين على النصارى في معركة الأرق فقرر أن يخوض معركة فاصلة كبيرة ضد المسلمين ليسأر من المسلمين في معركة الأرق قرر الزحف وهاجم بعض المدن الإسلامية في الأندلس هاجم بعض القرى وبعض الحصول هنا قرر محمد الناصر الموحدي اللي هو كان في تلك الفترة إعلان الجهاد وتحركت فعلا الجيوش في جيوش جاءت من المغرب من الموحدين في المغرب وجيوش موجودة في الأندلس تحركت الجيوش إلى إشبيلية للقضاء على النصارى في مملكة قشتالة هنا تحالفت القوى النصرانية تحالفا كبيرا جدا من أجل الانتصار على الموحدين وعلى أهل الأندلس الذين انضموا إلى الموحدين تحالفت فعلا القوى النصرانية وأتت مساعدات عسكرية من إيطاليا وفرنسا وغيرها من الدول وأمر الباب أنوست الثالث الباب أنوست الثالث أمر بصيام ثلاثة أيام طلبا للنصر من الرابع قامة كانت موجودة عند النصارى وأمرهم أنهم يصوموا ثلاثة أيام طلبا للنصر من الرابع احتشد أكثر من 200 ألف مقاتل تخيل أكثر من 200 ألف احتشدوا من النصارى في معركة العقاب المعركة دي اسمها معركة العقاب احتشد حوالي 200 ألف أو أكثر عند حصن العقاب وال200 ألف دول يتقدمهم من الرهبان والملوك في المقدمة الرهبان والملوك لأن معركة العقاب دي كانت معركة هتبقى فاصلة وحاسمة في تاريخ النزاع بين المسلمين وبين النصارى في بلاد الأندلس وكما ذكرت البابا أنوست الثالث البابا أنوست الثالث خلى النصارى يقومون بالصوم ثلاثة أيام طلبا للنصر فكل الهمم مشحونة والكل يسعى للانتصار عند النصارى ولذلك وقعت المعركة الطاحنة بالفعل عند حصن العقاب في شهر صفر عام 609 وانتهت المعركة بهزيمة المسلمين وللأسف فر محمد الناصر إلى إشبيرية ثم عاد بعد ذلك إلى المغرب وتكبدت القوات الإسلامية خسائر فادحة في معركة العقاب كان فيه انتصار باهر في 591 معركة الأرق لكن كان فيه هزيمة شديدة جدا منكرة للمسلمين في معركة العقاب وفعلا الفلس الثامن استطاع أن ينتصر انتصارا كبيرا على المسلمين في يوم العقاب طبعا ترتب على ذلك ضعف دولة الموحدين بعد هذه الهزيمة الكبيرة سنة 609 وضع بقى رصدها اللي كانت حققته قبل كده في معركة الأرق وده شجع الفلس الثامن أن يتوغل في بلاد الأندلس ده يعني خلاص بقى انتوا انهزمتوا وأصبح في ضعف في بلاد الأندلس ولذلك كما ذكرت محمد الناصر عاد إلى إشبيرية ثم بعد ذلك عاد إلى بلاد المغرب وده شجع الفلس الثامن أن يتوغل في بلاد الأندلس محمد الناصر توفي في شهر شعبان سنة 610 بداية القرن السابع الهجري وبوفاته بدأ العد التنازلي للموحدين في بلاد المغرب والأندلس بوفاة محمد الناصر سنة 610 بدأ العد التنازلي للموحدين في بلاد المغرب والأندلس لأن الولاء الذين قاموا بالولاية بعدهم ما كانوا على قدر المسئولية ويعني لم يستطيعوا أن يواجهوا التحديات الكبيرة التي يعني واجهت الدولة الموحدية وترتب على ذلك أن سقطت بعض مدن الأندلس فعلا بدأت مدن الأندلس تتساقط مع سقوط الدول الموحدين بدأت بعض المدن في الأندلس تتساقط ولذلك قامت بعض الثورات في الأندلس ضد الموحدين كان في حركات بقى معرضة وثورات وقالوا أن الموحدين دول ضيعون وضيعوا البلد ويعني انهزموا في معركة العقاب ويعني أدى ذلك إلى يعني سقوط دولة الموحدين يعني كما حدث قبل ذلك يوسد الأمر لغير أهله وتضيع الأمانة للأسف الشديد ويعني كما حدث في عصر ملوك الطوائف حدث أيضا في عصر الموحدين تولى بعض الأشخاص غير جديرين ولا يستطعون مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه المسلمين في الأندلس ولذلك سقطت دولة الموحدين ثم سقطت مدينة قرطبة للأسف الشديد في 23 من شهر سوال سنة 633 هجريا وتحول جامع قرطبة إلى كنيسة ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم سقطت مردى وسقطت بطليوس ثم أبدا ثم بلانسية ثم مرسية ثم أجرونة ثم جيان ثم سقطت دولة الموحدين بالكامل ثم سقطت إشبيلية ولم يبق من المدن الكبرى في الأندلس سوى غرناطة التي تحولت بعد ذلك إلى مملكة وكانت تعرف بمملكة غرناطة وهي التي سيطر عليها محمد بن يوسف المعروف بابن الأحمر الذي سيطر على مملكة غرناطة وهي آخر ما يتبقى للمسلمين في بلاد الأندلس آخر حاجة فضلت في الأندلس للمسلمين مدينة واحدة فقط وهي مدينة غرناطة وفي الحقيقة سقوط قرطبة يتصادف مع سقوط دولة الموحدين خلينا بسرعة نتكلم عن عنوين رئيسية أسباب سقوط دولة الموحدين أولا من أسباب سقوط دولة الموحدين الظلم الذي تعامل به الموحدون مع إخوانهم المرابطين ثانيا العقادة الفاسدة التي أدخلها ابن تومرت فعلا ابن تومرت أتى بأفكار منحرفة في المجتمع الإسلامي وبخلاف منهج أهل السنة والجماعة ثم الثورات الداخلية التي قامت على دولة الموحدين ثم بطانة السوء التي كانت تحيط بالناصر ثم إهمال مبدأ الشورى في عصر دولة الموحدين ويكون بعض الموحدين إلى الدنيا والميل إلى حياة الطرف والله ولا حول ولا قوة إلا بالله من سنن الله تبارك وتعالى أن تقوم الدول ثم تضعف ثم تنهار هكذا كانت الأندلس في عصر الموحدين ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى القصة الكبيرة للأندلس في حلقة أخرى أراكم بخير ودمتم دائما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر